تعالى دلوقتي يقول لك ليه لازم تاكل مزايا يوميا وبالذات اللي فيها نقط صودة دي او المستوية بزيادة شوفي اخي سبحان الله الموزة ده عامل زي شوية بني ادمين كده بنشوفهم في حياتنا منبهر جدا بمظهرهم وهم من جوة اي كلام اول عكس ممكن تلاقي واحد من برة متبهدل وفقير ومن جواه في حاجة كويسة على مسالة الموزة دي بص هتلاقيها متبهدلة والصودة من برة بس تعالى فتحها هتلاقي حلوة الدنيا كلها والله يعني وقف يا ابني تصويت طبعا كنت بتلكك عشان اكل الموزة دي هوس بعيد عنك باي موزة فيها نقط صودة طيب تعالى اقول لك ليه لو جبت عائل صغير ماشي في الشارع هيقول لك انا لازم اكل موزة عشان الموز فيه بوتاسيوم الموزة هي بتديك عشرة في المية من البوتاسيوم اللي انت محتاجه على مدار اليوم ودي كمية لا بأسة بها بس انا جاي اقول لك فوائد اعلى من قصة البوتاسيوم انا مش طالع اقول لك على حاجة مكررة ولا مثلا طالع افكرك ان هو فيه فيتامين سي او مغنيسيوم اللي هيحسسك بالاسترخاء او التريبتوفان اللي هيتحول لسرطونن او هرمون السعادة اللي حسسك بالسعادة والاسترخاء في الموزة دي كل ده طبعا تعلميا بالدراسات والابحاث ان الموزة اللي فيها نقط صودة النقط الصودة دي بتعبر عن حاجة اسمها تي ان اف او تيومر نيكروزيس فاكتور بيبقى متركز جدا فيها طب ايه معنى اللي انت قلت ده دكتور تيومر يعني ورم بيبقى متركز فيها مادة انتي او ضد الاورام او السرطانات بشكل غير عادي عن الموزة التانية انا عارف ان انت اول ما بتشوف الموزة دي بتبقى عايز ترميها او تاكلها بسرعة او مثلا تشيلها في التلاجع عشان تحفظ عليها بحين ان انت لو كلتها بساعتها وهي بنقاطها الصودة وهي مسودة كده احسن لك بكتير الموزة عشان تلاقيه بالشكل السبونجي او الشكل اللي هو شبه السفنجة ده ده بسبب ان هو بيحتوي على حاجة اسمها سوليبل فايبر او فايبر بتدوق المياه دي بتعملي حاجتين اول حاجة ان هي بتزبط سكر الدم جدا تاني حاجة ان هي كمان بتحسسك بالشبع وبتقاوم الانساك الموزايا الواحدة بتحتوي على 112 سعر يعني ممكن تدخلها في يومك عادي جدا وتاكل اكتر من واحدة طالما حاسب سعراتك الناس اللي بتتمرن فالموزايا هم قادرة بيها ويقولولي على فوائدها كمان هتبديك طاقة جدا قبل التمرين بس اوصيك ان انت تاكل الخضرة بقى قبل التمرين عشان بيبقى فيه حاجة اسمها resistant starch فمش بتعلي سكر الدم او الانسولين انا عايز الانسولين يعلى بعد التمرين فاكل الموزايا اللي فيها نوقة صودة او الموزايا المستوية افضل بعد التمرين عشان تعلي الانسولين وفي نفس الوقت تبتدي في بناء الكتلة العضلية عندك كمان البوتاسيوم اللي جوه الموز هيزبط ضغط دمك كمان يعني هيزبط لك كده ضغط وسكر ويحافظ على القلب جدا واخيرا الموز مليان مضادات اكسادة بالزاد برضو هاكد على الموزايا اللي بنوقة صودة مش معقولة بحباه الا هتقيك من الالتهابات من السرطانات ومن الشايخوخة والزهايمر لقدر الله واكيد دلوقتي عرفت ليه لازم تاكل موزايا يوميا اعمل لي فولو لايك وشير واسأل في اي رسالة على المتابعات الانلاين